أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى مرسلنا من بغداد بدر الركابي أهلا بك زميلي ضعنا في تفاصيل التظاهر الرافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية على ماذا ركزت المطالب أيضا نعم ميعاد سبب محافظات بالإضافة إلى العاصمة بغداد خرجت اليوم أغلب ما فيها من الجماهير الرافضة والممتعظة والمستهجنة من تعديل قانون الأحوال الشخصية المعتمد في 1989 هذا التعديل فيه الغام كما يصف الرافضون والمعترضون على هذا القانون وهذا ما دفعهم أن يخرجوا في تظاهرات وفي وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات العراقية لا سيما هنا في بغداد التظاهرة بدأت بقرابة الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد واستغرقت بحدود ساعتين شارك فيها أعداد كبيرة من المواطنين كانوا من الرجال وكذلك حتى من النساء من مختلف الفئات المجتمعية شهدنا حضور نواب كذلك نشطاء وأيضا مسؤولين في الحكومة العراقية شيب شباب من مختلف الأجناس كانوا كذلك الرجال ونساء كما ذكرت لك الجميع ممتعظ رافض لخطوات البرلمان التي قد لا تزغي لما تصدح به هذه الأصوات خصوصا في ظل تكرار هذه الوقفات الاحتجاجية نتحدث عن وقفة ثانية هي هذه الثانية التي غطيناها اليوم في العاصمة بغداد ولغاية الآن لم يستمع البرلمان لهذه المطالبات ولهذه المناشدات بضرورة أن لا يمرر القانون هم يطالبون بهذا بأن القانون قد يكون غير منصف لحقوق المرأة وكذلك لحقوق الطفل وكذلك أيضا لبعض حقوق الرجال إن تمحصنا وأيضا ركزنا بتفصيلات وتشعبات هذا القانون المرأة ترفض رفض كامل إن كان الرجل قد لا يرفض بشكل كامل لهذا القانون نتحدث هنا عن المنتعظين ولكن المرأة هي ترفض بشكل كامل لهذه التعديلات التي يتضمنها مشروع هذا القانون الذي تم قراءته قراءة أولى في البرلمان بعد إضافته على جدول الأعمال بتالي هم اعتبروا هذه الخطوة هي خطوة مباغة من الكتلة التي تصر داخل مجلس النواب ككتلة سياسية على تمرير هذا القانون رغم الاعتراضات الكثيرة من مختلف الشرائح المجتمعية على تفصيلات هذا القانون يتحدثون بأن ما فيه من تفصيلات تتعلق بالحضانة وحرمان الأم من حضانة الأطفال وكذلك حتى سكن الطفل والاختيار بين الأب وكذلك الأم بالإضافة أيضا إلى زواج القاصرات والحديث هنا عن إتاحة الزواج خارج المحكمة وعدم تحديده بالسن القانوني المثبت حاليا في القانون الساري لغاية الآن ونحن نتحدث هنا عن 18 عام كان للرجل وكذلك للمرأة في حال تم الزواج دون هذا العمر ففي القانون الحالي هناك بعض المحاسبات تكون تدرج على الرجل وكذلك المرأة في زواجهم دون هذا السن ولكن في التعديل الحالي لا يوجد هناك أي محاسبات للرجل والمرأة وبالتالي هذا الأمر يتيح للزواج بأي عمر وبالتالي هنا نتحدث ونخص بالذكر المجتمعات الريفية قد يتاح لها تزويج أبنائهم وكذلك بناتهم في هذه الأعمار الصغيرة من منظر مجتمعي هذا الأمر يختلف عن المنظر الشرعي يعتقدوه بأنه جريمة كون هذا العمر إذا ما تحدثنا في الوقت الحالي فنتحدث عن تسعة سنوات تكون فيه البنت هي طفلة ولكن قد الأمر يختلف عن السنوات السابقة ونتحدث عن يعني فيما بداية تشريحة كذا أحكام ضمن الشريعة الإسلامية قد يكون في هذا العمر هناك نوع من الرشد ولكن في الوقت الحالي هناك اختلاف كبير بالإضافة أيضا فيما يتعلق بالميراث وميراث المرأة بأنها ترث بمقدار الميراث ولكن ليس الميراث بعينه وهنا نتحدث مثلا عن العقارات المرأة لا ترث إن كانت زوجة وكذلك البقية النساء لا ترث الدار نفسه ولكن ترث ما مقدار هذا الدار وبالتالي هذا يدخل في إشكاليات عديدة كذلك حتى يعني جوانب أخرى تتعلق بالزوجة وحقوقها وكذلك حقوق الطفل وبالتالي هذا ما جعل جميع الشرائح المجتمعية اليوم تخرج بكثافة في مختلف المحافظات العراقية رافضة لهذا القانون نعم أشكرك على هذه الإحاطة مرسلنا من بغداد بدل الركاب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك